إذن لكل نقطة إن الحرية في تخصيص الوصف الخاص فيها والستايل الخاص فيها يشكل هذه النقطة لكن في الأساس هذه هي مجموعة نقاط وإحنا درجناها مجموعة نقاط ماذا لأريدت إنه أنا أقوم بتخصيص مجموعة النقاط على سبيل المثال عندي مجموعة من النقاط أريدها إنه تتخصص لي في أشكال معينة وفي وصف معين وبالتالي فهناك شيء يسمى عندك ضمن البوينت يسمى عندك البوينتس جروب مجموعة النقاط وطبعا إحنا إليك الحرية في إنه تنشم أعداد من الجروب من النقاط وأيضا إليك الحرية في تخصيص هذه الجروب وعرض الأولوية الخاصة فيها تلاحظون لو أعمل عليها بهذا الشكل رح تجد عندك جروب يعني الجروب اللي أنا أنشأته أثناء عملية الإدراج وجروب يسمى البوينتس هذا اللي هو يضاف بشكل إفتراضي لكل النقاط اللي تضاف إلى البرنامج فعلى سبيل المثال لو تبدأ تضغط كليك كيما على الجيوان الجروب الأول ثم بعد ذلك أختار برو بارتيز الخصاص الخاصة فيها رح تنعرض لك هذه النافذة وهذه النافذة جدا مهمة رح نبدأ نشتغل عليها أكثر من مرة الشيء اللي يهمنا إنه إحنا استطعنا في الفيديو السابق أنه نحدد النقطة المعنية ومن ثم بعد ذلك من خلال نافذة البرو بارتيز إنه نقوم بتغيير الستايل الخاص فيها وتغيير الليبل السكريبشن أو الليبل السكريبشن أو الليبل السكريبشن الخاص فيها الآن طبعا هذا الكلام لو تلاحظ إنه يعطيك الانفورميشن الخاصة في هذه الجروب يعطيك الاسم الخاص فيها وتلاحظ إنه ما فيه ديسكريبشن والدفولت ستايلز انه ديقلك البوينت ستايلز اللي المطبقة هي بايزك والبوينت ليبل ستايلز هي هذي فاستطيع انه اغيرها او اعمل الستايل الخاصة فيها على سبيل المثال اختارها كلها على اساس تكون عندك بوند وابدي اختارها كلها على اساس تكون عندك فقط تسكريبشن ثم بعد ذلك اضغط على افلاي وعلى اوكي تلاحظ انه هذا الكلام تم تطبيقه كليا على مجموعة النقاط اللي هي موجودة عندنا كل النقاط اخذت نفس الستايل البيونت ستايل واخذت نفس الليبل او الليبل ستايل خلينا نرجع مرة اخرى على سبيل المثال انه تبدي تغيرها الى الستاندر وابدي تغيرها الى الالفيجين اونلي اوكي ثم بعد ذلك اضغط على ابلاي الان راح تلاحظ انه جميع النقاط تم تغييرها الى الشكل الستاندر الخاص فيها ويعني الشكل البيونت الخاص في البرنامج. طيب. الشكل او انه يعتمد على الترميز الخاص في البرنامج. احتمادا على الموجود هو يبدي يقرأ بشكل افتراضي او شكل تلقائي ويبدي يعطيه نوع النقطة الخاص فيه. وطبعا هذا راح يفيدنا كثيرا انه احنا ما راح نبدي نغير كل نوع نقطة. احتمادا على الوصف الموجود فتلاحظ ان الوصف فهو عرف انه حسب الكود المستخدم ان التر هي شجرة. وبالتالي راح يبدي يعطيها الخاص في هذه النقطة. اما بالنسبة الى انه انه تعمل يعني كبفة خاص فيك. فهذا ايضا يتيح لك البرنامج من خلال الستنك. اذا لكل جروب هنا نستطيع انه نقوم بذلك وتغيير مجموعة الخاصة في المجموعة. وهذا الكلام راح يبدي يطبق على كل النقاط المضمنة ضمن هذه المجموعة.